تجدد القصف وأطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله اللبناني لكن يمكن أن نقول بأنها بوطيرة أقل جدا من الأيام الماضية حيث لم يسجل حزب الله إلا حالتين هجومين فقط على مواقع إسرائيلية الأول في حنيتة بصواريخ مضادة للدروع والثاني على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى وهذا لافت جدا نسبة للصواريخ وتكثيف المسيرات التي كانت تنطلق أو تخترق الأجواء الإسرائيلية خلال الأيام الماضية اليوم لم تسجل أي عملية اختراق للأجواء الإسرائيلية من المسيرات أيضا لم تسجل أي عمليات إطلاق للصواريخ إلا حالتين الأولى استهدفت حنيتة والثانية استهدفت موقع عسكري في الجليل الأعلى الجيش الإسرائيلي صباحا هذا اليوم أو ظهر هذا اليوم بالتحديد هو من قام بدربات استباقية على جنوب لبنان وقام بطيران الحرب الإسرائيلي بقصف على مواقع في القطاع الأوسط بالتحديد وبالمدفعية الإسرائيلية على القطاع الغربي وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يستهدف مواقع تابع الحزب اللبناني أجدير ذكر أيضا أن الحكومة الإسرائيلية مددت أوامر إخلاء السكان في الشمال حتى فبراير شباط المقبل وهذا يشير لربما إلى تكثيف وعمليات التصعيد خلال الأيام الماضية والحكومة الإسرائيلية بالتحديد وضعت على الطاولة مسألة الاستهدافات وتوسيع الاستهدافات وهذا أيضا ما أكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس بتوسيع ضرباته في جنوب لبنان أيضا أجدير ذكره هو تصريحات بني من نتنياهو يوم أمس واليوم خلال جلسة الحكومة والذي أكد أن سكان الشمال لن يعودوا إلا بحل دبلوماسي وإن فشل هذا الحل سيرجأ إلى حل العسكر سأتحول لتفاصيل فعليا وتصريحات نتنياهو وغيره ربما